أكد محمود محيد دين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27 أن التحول نحو قطاع طاقة نظيف ومستدام هو أمر ضروري ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي ولكن أيضا لجوانب الحياة اليومية للبشر مثل الصحة والتعليم وأضاف محيد دين خلال مشاركته في جلسة الأطراف الفاعلة في تسريع تحول قطاع الطاقة على مستوى العالم أضاف أنه على الرغم من أن تحول قطاع الطاقة يستحوذ على نصيب الأكبر من تمويل العمل المناخي إلا أن دول النمية تحتاج لتمويل يقدر بنحو تريليون دولار سنويا لتمويل التحول في هذا القطاع أشار محيد دين إلى أن إفريقيا لديها مشروعات واعدة في مجال الطاقة حيث تمتلك مصر رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ترجمة نانسي قنقر